نفتح معكم نافذة لتحليل تطورات المشهد مع ضيفنا من القاهرة الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية دكتور أحمد فؤاد أنور دكتور أنور أهلا بك معنا كيف تتابع هذه التطورات الآن في إسرائيل مع اقتراب ربما رد إيراني على استهداف قنصليتها في دمشق مطلع هذا الشهر بعد التحية لك أستاذ حازم والمشاهدين الحقيقة نحن أمام مفترق طرق أمام أحداث غير مسبوقة الجانب الإسرائيلي في حالة تستيريا منذ حوالي أسبوع منذ يوم الجمعة قبل الماضية وهناك حديث دائم عن ضربة محتملة إيرانية عن انتقام إيراني قادم هذا الأمر تم ترجمته إلى سحب من أموال الأجهزة الخاصة بالصراف الآلي زيادة الضغط على السحب من السلع التامونية من السوبر ماركت وما شابه وأيضا حالة هستيريا عامة خاصة بشراء مولدات للكهرباء فهذه الأمور تدل على هستيريا هي في حد ذاتها ضرر بمعنى أن شل حركة إسرائيل من مطارات من تعليم من رياضة هذا عنصر طارد من الاستثمار هذا عنصر لا يجذب مزيد من المهاجرين وإسرائيل قايمة على استقطاب المهاجرين فإذا كانت إسرائيل تقلصت من الشمال ومن الجنوب لمدة ستة أشهر أمام فصيل محاصر فهي الآن أمام محاصر آخر اللي هي إيران إذا كان عدد المحاصرين بيزيد فبالتالي التعاون بينهم بيزيد هذه المواجهة أيضا تؤكد على أن الرغبة بالتوسع والاستيلاء على الأراضي لا يحمي إسرائيل بمعنى أن ضم مزيد من الأراضي من الشرق أو من الشمال أو من الجنوب لا يوفر الأمن الإسرائيلي يعني غرب إيران دكتور أنور يعني هذه الحرب هل باعتقادك ستبدأ بطريقة مغايرة عن أي حروب مسبقا كانت بين إسرائيل وأي من الفصائل الأخرى في المنطقة حروب الظل التي عاشتها إسرائيل مع عديد من أذرع إيران في المنطقة هل ستتحول إلى حرب مباشرة باعتقادك خلال ساعات في حال كانت الضربة الإيرانية المتوقعة على إسرائيل كما تشير التقديرات بأنها ستطال مواقع حساسة سياسية وعسكرية هو طبعا يعني تاريخيا دوما فيه تعاون مع إيران هناك تنصيق مع إيران حتى فترة الثورة الإيرانية فتاريخيا كان هناك تعاون هناك أيضا جالية يهودية كبيرة هي الأكبر في الشرق الأوسط بعد يهود إسرائيل فبالتالي العكس بقى أن هو أتوقع أن يكون ضربة محدودة وأن دايما التصريح الإيراني بأن هذا الرد سيكون محدودا وخاص بالانتقام لكن خد بالك رسول حزم أن ممكن تنزلق الأمور إلى مواجهة شاملة عن طريق الخطأ بمعنى تبسير خاطئ لبعض التحركات خاصة أن سيكون هناك رد إسرائيلي على الرد الإيراني فسندخل في دايرة مفرغة إذا لم يتم ضبط الأمور السيناريو الأقرب في تقديري هو اشتباكات محدودة ضربات لأهداف معينة أغلبها عسكري فبالتالي أعتقد أن توسيع دايرة الصراع والمواجهة والدخول في حرب مفتوحة سيهدد الاستقرار في المنطقة وهذا غير مسموح به لأكثر من قوى إقليمية وأكثر من قوى دولية فبالتالي أعتقد أن ستكون هناك ضربة إيرانية بالفعل ومن الأراضي الإيرانية بالفعل مختلف عن حرب النقلات التي كانت مستعرة مختلف عن الأزرع التي كان يتم الدفع بها لكن ليست مواجهة شاملة السيناريوهات المطروحة الآن في حال بالفعل بدأت إيران الرد على إسرائيل أعتقد أن إسرائيل ستستوعب هذه الدربة لمدة 24 ساعة ثم تشرع في انتقام لحفظ ماء الوجه إذا كان الانتقام مهين للجانب الإيراني سيكون هناك رد آخر من الجانب الإيراني فعلى هذا ندخل فيه تضحرج لقرة السلج وهذا الأمر هو الذي يهدد استقرار منطقة وليس طهران وتل أبيب فقط فعلى هذا أعتقد أن هناك أطراف دولية حاليا تتدخل لوضع تفسير لكل تحرك لوضع صقف لكل تحرك لكن الجانب الإسرائيلي أيضا لديه علامات استفهام بخصوص حالة الهلع والهستيريا فمعنى أن هذا الأمر مبالغ فيه إذا كان فيه إسرائيل تأبه وحكومة نتنياو تأبه بأرواح الإسرائيليين فلماذا تطلق 137 أسير ومحتجز ستة أشهر في غزة؟ لماذا تعرض حياتهم بالقصف العشوائي للخطر؟ وبالتالي السيناريوهات كلها الآن مفتوحة أمام الرد الإسرائيلي على أي رد إيراني؟ هل تتوقع إسرائيل أن ترد منفردة في بداية ردها على إيران؟ أم كل خطوة ستكون محسوبة وبالتوافق مع الشركاء في المنطقة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن الجانب الإسرائيلي يرغب في طورية الولايات المتحدة بشكل كامل في هذه المواجهة لكن طبعا في ظل الاقتراب والانتقابات وفي ظل الخلفية عمليات فشلة لتحرير رهائن في طهران من قبل إدارة كارتر فيما سبق وفي ظل التعاون في أمريكا اللاتينية وصفقات تم فتحها في وسائل الإعلام أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتردد كثيرا في الإنقراط في مواجهة مباشرة مع إيران خاصة وأن إيران أيضا لا تنصيق وتعاون مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا وهؤلاء لديهم سأر ولديهم رغبة أيضا في تمس مصالح الغرب وواشنطن بشكل خاص فأعتقد أن في النهاية ستكون هناك ضربة لمدة 24 ساعة لأهداف عسكرية داخل إسرائيل ولذلك طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي ضارة فيما سبق جدل كبير حاول تكلفتها وحاول تجهزها وحاول جدواها حاليا يحاولون التملص من الهجمات المرتقبة بتغيير موقعها من مكان لأخر فأعتقد أن هذه الضربات ستكون محدودة تأثير إلى حد ما الجالب الإيراني سيحاول استغلالها إعلاميا بأنها بالفعل كانت مرجعة وأصربت وأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفي الخسارة الحقيقية أشكرك جزيل أشكر أيضا من القاهرة